بسم الله الرحمن الرحيم مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة لبنين ترحب بكم وصوروا قسم الوقت العربية أن يقدم لكم دروس المستورة للصف الثالث الابتدائي أبناء الطلاب أنصاكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي لا يفوتكم أحد دروس المادة بداية يا ابطال نحن اليوم مع درس من دروس اللغة العربية في فرق التدريبات اللغوية وهو بعنوان إن نأخذ منه الجزء الأول بداية يا ابطال لدينا في الدرس في نهاية هذه الحصة يكون الطالب قادرا على توضيح أركان الجملة الإسمية وتحديد دلالة إن في الجملة تحديدا صحيحا واستنتاج قاعدة الدرس استنتاجا صحيح نبدأ مع الهدف الأول يا ابطال وهو أن توضح أن يوضح الطالب أركان الجملة الإسمية نتذكر يا ابطال أخذنا فيما سبق الجملة الإسمية الجملة بداية تعريف الجملة الجملة هي القول المفيد الذي يحسن الوقوف عليه إذا قلنا درسنا قبل ذلك الكلمة والإسم وفعل وحرف إذا قلنا في هذا حرف هل استفدت شيء لم يفيدنا في شيء إذا قلنا أسد هذا إسم هل استفدت شاعة لا لكن إذا قلنا أسد ما يأكلوا كذا أو الأسد يعيش فيكذا إذا قلنا يلعب ما الذي استفدنا لم نستفد شيء إذا قلنا يلعب الولد في الحديقة إذا استفدنا شيء إذن يا أبطال الجملة هي التي تأتي كلما مفضل ولكن تأتي قول مفيد يحسن الوقوف علي هي نوعان يا أبطال الجملة الإسمية والجملة الفرهي نحن أبطال ندرس الجملة الإسمية الجملة الإسمية كما نعرف من إسمها أنها تبدأ باسم لكن أركان الجملة الإسمية تتكون من ممتدأ وخبر مثل راشد ناجح راشد ناجح هذا راشد بدأنا به إذن بهذه الكلمة إذن هذه الكلمة راشد مبتدأ وناجح خبر جملة إسمية بدأت بإسم التكوان من مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر الآن يبطل هناك الهدف الأول ونوضح أركان الجملة الإسمية نفتح الكتاب المدرسي صفحة 58 نسأل السؤال السؤال يقول ضع خطا تحت المبتدأ في الجملة التالية ووضح علامة ضبطي رسوالي أبطال يطلب منا طلبين الطلب الأول وهو تحديد المبتدأ والثاني هو توضيح علامة ضبط هذا المبتدأ نعرض ثلاثة جملة موجودة في الكتاب المدرسي صفحة 58 نقرأ الجملة سويا محمد ناجح محمد ناجح أين المبتدأ في هذه الجملة أين هذه الجملة أين المبتدأ يا أبطال سنتم المبتدأ هو الذي بدأنا به هو محمد وعلامة الضبط يا أبطال هي العلامة التي تطبط آخر الكلمة آخر الكلمة هنا أحسنتم الضم 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 أحسنتم الوردة وعلامة ضبطها علامة ضبط هذه الكلمة الضم أحسنتم الجملة الثالثة الماء ساخن أين المبتدأ المبتدأ هنا الماء الماء وعلامة ضبطه أيضا علامة ضبط هذا المبتدأ الضم إذن يا أبطال نستنتج أن المبتدأ في الجملة السابقة علامة ضبطه هي الضمة سواء ضمتين هنا سواء محمد ضمتين اللي هو التنوين أو الوردة ضمة واحدة الضمة هو التنوين بالضمة أو الضمة إذن يا أبطال نستنتج أن المبتدأ في الجملة السابقة علامة ضبطه هي الضمة وأيضا الخبر يا أبطال هو الضمة المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع هنا يا ابطال في الهدف الثاني هو أن نحدد أن يحدد الدلالة إنا في الجمل تحديدا صحيحا نفس الفكرة يا ابطال ونفس الصفحة نريد أن نقرأ الجمل ونلاحظ الفرق في المعنى هنا يا ابطال يعرض هذه الجمل محمد ناجع قرانها منذ قليل والوردة متفتحة قرانها منذ قليل والماء ساخن لكن هناك جمل أخرى هناك كلمة ملونة باللون الأحمر نقرأها سويا إنا نلاحظ الفرق هنا يا ابطال أضاف على الجمل محمد ناجح إنا محمد لا يا أستاذ إن محمدا ناجح إنا محمدا ناجح إذن هناك تغيير هنا أضفنا إن والوردة متفتحة ماذا أضفنا هنا أضفنا إنا والماء ساخن إنا الماء ساخن يا ابطال نقرأ سوي محمد ناجح محمد ناجح إن محمدا ناجح ما الفرق يا ابطال من بين محمد ناجح وإن محمد سنتم هذا يؤكد أن محمد بالفعل قد نجح الوردة متفتحة إن الوردة متفتحة هنا يفيد التوكيد الماء ساخن إن الماء ساخن إذن يا ابطال أفادت إن في الجمل السابقة التوكيد فهي أقوى في المعنى التوكيد يؤكد المعنى أقوى في المعنى إذن يا ابطال هنا لاحظنا أول فرق بين الجمل الفرق عندما أضفنا إن أفدنا التوكيد أفدنا التوكيد إن يفيد التوكيد إذن يا ابطال نتعلم إن إن عليها الشدة علامة الشدة إن تفيد التوكيد هنا يا ابطال نستنتج قاعدة درس استنتاجا صحيحا نقرأ الجمل مرة ثانية ثالثة نلاحظة يا ابطال لحظنا منذ قليل أن عندما أضفنا إن أفادت التوكيد أفادت التوكيد هل هناك فرق آخر نلاحظ نعم يا أستاذ محمدا هنا مفتوحة بالفتح هنا محمد تنوين بالضم هنا تنوين بالفتح هل هناك فرق آخر هنا في الوردة متفتعة سنتم الوردة هنا عليها فتحة يا أستاذ الجملة الثالثة الماء إن الماء ساخن نلاحظة يا أبطال هنا أيضا عندما أدخلنا إن على الجملة الإسمية غيرنا المبتدأ من حركة الضم التي نعرفها الضم إلى حركة الفتح فتحة حركة الفتح إذن يا أبطال تتغير تتغير المبتدأ في الجملة الإسمية من حالة الرفع حالة الرفع الذي يظهر عليها الضم إلى حالة النصب الذي يظهر عليها الفتح إن كان مفردا إذا دخلت إنها يا أبطال على الجملة الإسمية فإنها تغير حركة المبتدأ إلى النصب تغير حركة المبتدأ إلى ماذا النصب النصب تعني تغيرها إلى الفتحة تغيرها إلى الفتحة إن محمدا إن الوردة إن الماء إن الماء نلاحظ كما إن الماء فتحة يا أبطال لكن يا أبطال ساخن هل حدث هناك تغير لا يا أستاذ الماء ساخن إن الماء ساخن أيضا ساخن تنوين بالضم تنوين بالضم إذن يا أبطال نتعلم أن إن تدخل على الجملة الإسمية إن تدخل على الجملة الإسمية محمد الناجح إن محمد الناجح الوردة متفتحة إن الوردة متفتحة الماء ساخن إن الماء ساخن تدخل على الجملة الإسمية لا يصح أن تدخل على الجملة الفعلية مثل لعب الولد الكرة إن لعب الولد الكرة ما تصير إن يلعب الولد الكرة ليست صحيح إذن تدخل إن على الجملة الإسمية ويحدث هناك تغيير أول تغيير أنها أفادت معنى التوكيد التغيير الثاني هو تغيير حرقة المبتدأ أو الإسم الذي يأتي بعد إن إلى الفتح حرقة المبتدأ الذي صار إسما لإن إلى الفتح إذا كان مفردا تمام يا أبطال أبطال نفتح الكتاب على صفحة 59 لكي نجيب على هذا السؤال السؤال يقول أملأ الفراغ في الجمل الآتياتي بالكلمة الصحيحة مما بين القوسين ألف إن فراغ واسع هنا الكلمة الجملة سبقت بإن الكلمة التي تأتي بعد إن يا أبطال مفتوح علي فتح إن البحر أم إن البحر حسنتم رائعون إن البحر الكلمة علي فتح يا أبطال علي فتح باء إن فراغ سباح ماهر إن خالد تنوين بالضم أم إن خالدا تنوين بالفتح أحسنتم تنوين بالفتح يا أستاذ إن خالدا رقم جيم إن الأوراق إن الأوراق إذن يا أبطال الكلمة التي جاءت بعد إن هي اسم إن مفتوح موجودة إذن سنأتي بخبر لإن نكمل الجملة إن الأوراق كثيرة أم كثيرة كما قلنا يا أبطال الجملة الجملة الإسمية المبتدى مرفوع والخبر مرفوع إذا دخلت إن تغير فقط تغير ماذا تغير المبتدى تغير المبتدى فقط إذن المبتدى هو الذي يتغير الفتح والخبر أحسنتم كما هو مضموم إن الأوراق كثيرة إن الأوراق كثيرة أحسنتم إذن يا أبطال قد انتهينا من أهداف هذا الدرس من تحقيقها نغلق هذا الدرس بهذا السؤال ما فائدة دخول إنا على الجملة الإسمية ما فائدة دخول إنا على الجملة الإسمية ما الفائدة يا أبطال أحسنتم أنها تفيد التوكيد وتقوية المعنى تفيد التوكيد أحسنتم لا تنسوا يا أبطال حل الواجب الإلكتروني كما أضف إليكم بعض الألعاب الإلكترونية الجميلة عن الجملة الإسمية وإن لكي نستفيد منها ونستمتع ونتأكد من معلوماتنا قدم لكم درس اليوم الأستاذ غنيم سعيد معلم اللغة العربية بمدرس الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته